السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات من قالها عند موته دخل الجنة ما هي الكلمات اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة خذوا بلكوا لن يوفق إليها إلا من ثبته الله قال جل في علاه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا إن الوحد يموت على لا إله إلا الله وفي الآخرة بأن يجيب على أسئلة الملكين في القبر وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح هناك تفصيل جميل بقى قال صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال تعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال جل وعلا صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي فإذا قال العبد لا إله إلا الله لا شريك له قال جل وعلا صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك له فإذا قال العبد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال جل وعلا صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد فإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال جل وعلا صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي قال صلى الله عليه وسلم من رزقهن يعني من رزق تلك الكلمات عند موته لم تمسه النار أبدا يعني مش يخش النار بل هو من أهل الجنة إيه هي الكلمات أجمح لكم على بعضها إن الواحد يقول عند الموت يقول لا إله يريد تكتبوها والله العظيم وتخلوها قدامكم يقول لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله رزقاني الله وإياكم حسن الخاتمة وجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته